إلى كندا حيث وصل الإعصار لي محملا برياح قوية إلى العجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفا سكوشيا وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار والقطاع التيار الكهربائي عن عنشرات الألاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي وقال المركز الوطني الأمريكي للأعصير في أحداث نشراته إن لي يتحرك شمالا بعد وصوله إلى البر في لونغ آيلند وهي جزيرة صغيرة إلى الجنوب الغربي وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي ما زال قويا محمل برياح تصل سرعتها القصوى إلى 100 كم في الساعة متسببة بفيضانات على الساحل وسقوط أمطار غزيرة على أنحاء من ساحل مين ومنطقة كندا الأطلسية